تأهل عبدالخالق البنع إلى الدور الربع النهائي في منافسة التكديف بأولمبياد باريس 2024 باحتلاله المركز الثالث في التصفية الأولى وإذلك فيما تأهل المصنف الأول عالميا زياد السيسي إلى ثمن نهائي منافسة السلاح السيف بعد فوزه على بطل الأرجنتي من نتيجة 15-11 كما تأهل محمد عامر إلى ثمن نهائي منافسة السلاح بفوزه على مواطنه أدهم معتز بنتيجة 15-8